بإذن الله في الفيديو دوت هنتكلم بقى على نقطتين مهمين لدينا النقطة الاولانية احنا ما عملنا الاثبات في الفيديوهات القبل كده احنا حطنا قيمة الالفا كزاوية بكم على طول طب افرد الدكتور طلب منك في الامتحان ان انا عايز اعرف الاكسبريشن بتاع الفولت كرم اس في خلال الرنج الاولاني او الرنج التاني او الرنج التالت كفانكشن من الالفا بكم او شكلها عاملت زي المعادلة دية فده اللي احنا ايه عايزين نتكلم عليه النهاردة دي اول نقطة النقطة التانية هلاقي بقى شوية فنيات صغيرة كده في حتة الثيريسترز ليه تلاتة بيشتغلوا وليه اتنين بيشتغلوا وليه في الرنج الاخير كان فيه مافيش حاجة بتشتغل معايا وهكذا تعالى نبص ايه الاول حاجة على موضوع الازبات بتاع ما بين الفولت والالفا ايه اللي احنا بنحسبوهم في الانتجريشن الاختلاف هيكون في ايه بكل بساطة هو موضوع حدود الانتجريشن هتتحطى عاملت ازاي لو جينا نبص نوات انا عندي في اول رنج الالفا كنت انا مستخدمها في الفيديوهات في الفيديو اللي هو التاني ان انا بستخدم الفا بتساوي كام تلاتين درجة طيب خطوط الالفا ديت كانت موجودة عند اني خطوط من اللي مرسومه قدامنا ديت دايما انا كنت بقولك انها برس انخط الترن اون عن طريق ان انا بحدد الالفا بتاعتيه كام يبقى الخطوط اللي هي لونها ازرق ديت BA يعني الزاوية عندها المفروض ان هيا قيمتها بتساوي كام ? هتساوي قيمتها ب ألفا دعنا نكتبه باللون تانية احسن عشان ايه يبقى مميز خلينا نكتبه باللون ايه ال الازرق هلاقي ان القيمة بتاعتها بتسوي ايه الفا يبقى معنى كده ان الخطوط اللي عليها الدور بعد كده هي عبارة عن الفا زائد ستين خط العالية الدور بعد كده اللي هو عند المية وخمسين ده هي عبارة عن الفا زائد ستين زائد مية وستين تانية يبقى كام زائد مية وعشرين يبقى انا بعمل حدود التكامل بتاعتي نهوت في الواق اكويجن دية بدل ما اقول ان هي من 30 ل60 لأ حاول ان هي من كامل كامل حاول ان هي من ألفا من ألفا ل60 حدود التكامل او الرنج اللي بعد كده عندي او في التكامل التاني ده تبدأ اقول انه من 60 ل90 لأ هيبادر التسعين في ايه الزاوية عليها الدول اللي هي ألفا زي دي 60 ومن ألفا زي دي 60 المفروض طبعا هدأ ينهوت ده مية وعشرين ومن مية وعشرين لحد ألفا زي دي 120 واخر التكامل معي نهوت اللي هو من ألفا زي دي 120 لحد ايه المية وتمانين وتبدأ تعمل بتاعك ويطلع في الاخر ايه بتاعك كفانكشن من الألفا لو جاء نشوف نفس الكلام ده بالنسبة لي الرنجات اللي عليها الدور هتلاحظ نقود في الرنج التاني انا لما جيت رسم الخطوط بتاعتي دي رسمتها بناء على قيمة الألفا لان احطيتها بكامل فبالتالي الخطوط دي هتكون مرسومة عند ألفا وعند ألفا زي دي 60 وعند ألفا زي دي 120 وهكذا طيب لما جاء من حدود التكامل بتاعتي كنا بنعملها من كام لكام من ألفا هنا بقى المراتي هتبقى من ألفا لألفا زي دي 60 بقى المراتي كده هتبقى من ألفا لألفا زي دي 60 ومن ألفا التكامل التاني ومن ألفا زي دي 120 طيب خلي بالكم بقى من نقطة نهوت مهمة جدا في التكامل اللي في الجزئية دي لو انتو أخدتوا بالكم هتلاحظ ان التكامل بتاع المساحة اللي هي بتاعت الفولت نص VAP دوت والمساحة بتاعت الفولت اللي هو نص VAC اللي هي بارعا المساحة دي ويه المساحة دي هتلاحظ ان الاثنين identical من بعض يبقى بالتالي ما هوت وانت شغال لازم تشغل سيس الهندسة عندك ان انت ايه؟ هتعمل integration واحد بس وحتضرف في اثنين يبقى كده جبت ال expression بتاع الايه؟ ال integration ده اللي هو بارعا اللي هو ال integration ده ويه ال integration دوت هعمل integration واحد منهم ويروح ضرب في اثنين يبقى كده طلعت ايه؟ العلاقة بتاعتي احنا بتتكلم عليها عشان محدش يطول على نفسه الاسبات او بتاع الجزئية ديت الكلام ده ما يفعش عامله في ال range الابلي خلي بالي بالنقطة ديت range الابلي لازم اعمل كل integration لوحده يبقى كده خلصتنا في range التاني ازاي قدرت طلع قانون ما بين RMS voltage ويه القيمة بتاعت الألف في range الاخير بقى انهوت هتلاحظ ان خطوط بتترسم ازاي؟ طبعا الزاوية التسعين ديت ما تأكد ليش او ما تبين ليش ان انا شغال في ايه؟ في range بتاع التالت اللي هو من تسعين لمية وخمسين اللي هيبين اكتر فيه في موضوع الزاوية بتاعت الزاوية بتاعت ايه؟ زاوية مية وعشرين هلاحظين اهوت ان الزاوية بتاعت بتبدأ منين الألفا؟ احنا اول خط بدأنا نرسمه لهو الخط بتاع ستة واحد دوت كنا المفهود ان هو بنسمه عند زاوية ألفا واول خط تيرن اون كان بيظهر عند المية وخمسين درجة بعد كده الخط اللي عليه الدور اللي هو كان ألفا زائد ستين درجة واكيد الخط بتاع تيرن اوف اللي عليه الدور هو مية وخمسين زائد ستين اللي هي كام عند الميتين وعشر ايه درجة. لما دي تعمل التكامل انهوت هتلاحظ ان التكامل بيتم في الفترة فيها نص VAP والفترة فيها نص ونص VAC برضو نفس الكلام لما اجي كتب التكامل بتاعي ال VARMS هيساوي جزر واحد على باي الانتجريشن عندي اتنين انتجريشن واحد اللي هو من ألفا لمية وخمسين ونص VAP أول سكوير دي سيتا زائد انتجريشن التاني اللي هو من ألفا زائد ستين ليه من ألفا زائد ستين؟ لان انا عندي في الفترة ديت مفيش اي فولت ايه طالا معي يبقى الفترة ديت الفولت بيساوي زير فيها يبقى من ألفا زائد ستين لحد الميتين وعشر انتجريشن نص ال VAC المرة دي all squared هنا دي سيتا يبقى كده يديت ايه حدود التكامل بتاعتي وديت هي الايه الإكسبريشن بتاعي المفاوضة اعمل بروف اكمل حد الاخر حشان اطلع ايه ال RMS voltage هايساوي كام بس خلي بيلي بردو نوت نفسي ايه الحاجة اللي انا شفتها في الرنج التاني هاشوف في الرنج التالي دوت ان المساحة دي هي هي نفسي ايه المساحة دي يبقى انا عملت بروف بتاع الإكسبريشن دوت بس هاضربه في اتنين ومش تازم اعمل إنتجريشن دوت ايه مرة تانية يبقى كده سهلت على نفسي بردو وصرعت على نفسي ايه الحسابات ومطولش في الاسبات بتاعي طيب تعب انا نتكلم على النقطة اللي هي التانية والمهم اللي احنا لازم يكونوا فاهمينها كتكنيكا الهياجات ازاي لو جرينا نتكلم على اول رنج معنا اللي هو من زيرو لحد ستين انا قلتلك في بداية التشغيل قلتك افترد ان انت عندك خمسة وستة ايه شغالين تمام؟ فبما ان خمسة وستة شغالين فاحنا عارفين ان خمسة ده خلنا ايه بقى نمسح الحتة دي كازة ده خمسة ده عارفين ان هو بتاع فيزة سي وستة ده بتاع فيزة بي فيزة سي وفيزة بي لو انا جيت اشغل الثيرستور اللي هو اسمه تي واحد اللي هو في الفترة دي دلوقتي هل تي واحد يشتغل معي او لا لا الكلام ده اعرفه ازاي انا هعتبر لحظيا عند النقطة دي كده هوت ان خمسة وستة وواحد شغالين انا قلت لك من شوية ان انت لما تكون تلاتة ثيرستور شغالين فانت الفيز فولتج بتاع السورس هو اللي بيطلع على اللورة يبا معنى كريمي كأنك بتحكم ان هوت على التلاتة ثيرستور مين يشتغل ومين يطفي باعتبار او اعتمادا على ان الفيز فولتج بتاع كل فيزة هو اللي بيسيطر عليهم دلوقتي لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي تلاتة ثيرستور شغالين في ايه؟ دلوقتي طيب اللي لو انا جيت بقى اعطيت تي واحد دلوقتي هلا يشتغل معي او لا تعال نشوف لو انا اعطيت لخمسة وستة واحد او سوري خمسة وستة كانوا شغالين واحد اعطيته فيايرنج دلوقتي هتلاحظ ان اللي يحكم ان واحد يكمل معي توصيل او لا هو الفيز فولتج بتاعه لو انا خدنا بنا هنلاقي ان الفيز فولتج بتاع فيزة ايه؟ لو والله احمر ده موجب وتي واحد بيشتغل مع الموجب يبقى معنا كده خمسة وستة وواحد هيفضروا شغالين مع بعض طيب تعال انا كده ايه؟ نشوفوا بعد ما خمسة وستة وواحد فضروا شغالين لحد ما وصلت عند الخط البنفسجي ده وقت ايه اللي هيحصل معي؟ لو جينا وصلنا عند الخط البنفسجي ده هتلاحظ ان في فيزة من الثلاث فيزات وصل لكام؟ وصل للزيرو والفيزة ديت هي عبارة عن فيزة سي والبوستف بتاع فيزة سي هو اللي وصل لزيرو طب ايه هي الحاجة اللي كانت شغالة فيزة سي في البوستف؟ كانت التي ايه؟ التي خمسة اللي هو ده فالتي خمسة لما طفى او ساري لما فيزة سي وصلت لي Z وقت طير الثيرستر T5 دوت هو ايه اللي يضفي معي؟ طبعاً ه workspace منساش ان الحاجة اللي بتطف في الثيرستر هي عبارة عن ان الكارنت يوصل لزيرو والحاجة اللي بتشغل الثيريستور حاجتين ان انا اديله فايرينج وفي نفس الوقت ان انا اديله ايه فورورد فولتج بالبوستف تمام كده يبقى انت هتلاحظ كده هوت ان عند الخط بتاع البنفسيجي ده هتلاقي ان تي خمسة هو اللي حيطفي معايا ليه لان قبل كده كان ثلاثة ثيريستور شغالين وجيت عند اللحظة بتاعة الخط البنفسيجي ده ليه عند زاوية 60 بالزبط لقيت ان الفولت بتاع فيزه بيه سوري سي وصل لزيرو فبالتالي الثيريستور تي خمسة حيطفي معايا طيب هتفضلك تي ستة و تي واحد هل تي ستة و تي واحد يفضلوا مكملين توصيل ولا لأ طب دي بقى احكم بيها على اساس ايه خلي بالي ان هو طالما انا دخلت في ان اتنين ثيريستور حيبو شغالين او مش شغالين يبقى ساعتها الحكم بتاعي على ان هم يشتغلوا ولا لأ او يكملوا توصيل ولا لأ معتمد على اللاين فولتج وليس ايه وليس اللاين وليس الفيز فولتج طيب احنا قلنا من شوية في كلامي ان المفوض الحاجة اللي تخلي تي خمسة او ستة او واحد او او اي سيريستور يفضل موصل ان الكارنت يوصلش زيرو ما تخلي بالك انا شغالي نقطة resistive load فلو بتكلم على الفولت يبقى كان ايه بتكلم على الكارنت نهوت يعني ان الفولت والكارنت هيكون ايه في الريزيستنس فانا لما اقولك ان الفولت لما يوصل لزيرو والثيريستور يطفي يبقى معنى كده كلامي ان الكارنت وصل لزيرو فعشان كده هتلاقي ان الثيريستور ايه هيطفي معاك طب نرجعتين خمسة ستة وواحد هل هيفضلوا موصلين معايا ولا لا تعالوا نبصوا على الدايرة بتاعة الثيريستور لو جانا نبصوا نهوت هتلاحظ ان ستة اللي هو ده وواحد اللي هو فوق ده ده بتاع انيفيزة بتاع فيزة ايه وبتاع فيزة بيه تمام؟ المفروض لو انا جيت ترسم رسمة دية لوحدة ايه دي فيزة ايه ايه ودي فيزة بيه ايه الثيريستور بتاع تيه واحد بيوصل في الاتجاه ده وادي ايه اللود والثيريستور بتاع فيزة بي بيوصل في الاتجاه ده خلي بالك الثيريستور في الحالة دي ايه اللي يحكمهم همه هيفضلوا موصرين تشغيله ولا لأ هو عبارة عن اللاين فولتج بس اني اللاين فولتج خلي بالي نوت ان انا محتاج ان الفولت اللي يكون وصل ده موجب والفولت اللي يكون وصل ده هي نوت سالب يعني انا عايز ايس الفولت في الاتجاه ده ايه سوري محتاج ان انا ايس الفولت في الاتجاه ده واشوفوا هل الفولت في الاتجاه ده موجب ولا سالب لو طالع معايا موجب يبقى انا كده شغل تمام لو طالع معايا سالب يبقى الثيريستور زيت المفوض انها تطفي معايا تعالوا نبصوا نوت الفولت اللي في الاتجاه ده اللي نرسمه هو عبارة عن ان راسه راس السهم دي هتكون عبارة عن ايه ودي السهم ده هيكون عبارة عن بيه يبقى ساعتها ال V A B اللي في الدايرة دي هو اللي هيحكم T1 و T6 هيفضلوا شغالين ويوصلوا معايا ولا لأ فنلجع بقى ايه للرسمة الاساسية اللي احنا كنا متكلم عليها من شوية اللي هي بتاعة الرينج الاولين لو جينا نبص نهو في الفترة دي هل الولتج تعفيزة A او سوري اللين فولتج A B هل هو رقم نيجاتيف او بيساوي 0 ولا لأ معرفها ازاي تعال عند بداية الفترة دي فين فيزة A فيزة A اللي هي الحمرة و فين فيزة B فيزة B اللي هي الصفرة هتلاحظ ان ال V A رقم موجب والفيزة B رقم سالم يبقى ال V A B كاتوتر هيتلع لك رقم ايه يبقى ساعتها هتلاقي ان T6 و T1 هيفضلوا مكملين توصيل معك عشان كده تلاحظ ان في الفترة بتاعة 6 و 1 دي تقابليها كان 5 طفى نتيجة ان ايه الفيس فولتج بتاعة ووصل لزيرو فتفضل 6 و 1 هل هما هيكملوا توصيل ولا لأ دي بقى المرة دي الحكم عليها معتمد على ايه على line voltage وانهي line voltage بالاخص لما شفنا في الدايرة فوق لقينا ان line voltage بتاع A B هو اللي يحكم ايه معين هوة هل هو الفيس فترة دي تكمل توصيل ولا لأ يس كده بقى طبعا على كل ايه ال conditions اللي جاية بعد كده طيب تعالوا نخدوا نشوفوا ايه في الرنج التاني ايه اللي بيحصل معين هوت طيب زي مرتك من شوية ان انا برسم T1 والخمسة والستة بيفضلوا ايه بفترض ان هم كانوا موصلين قبل كده طيب هاجي عند الخط ده وقت لما اجي شغل T1 دلوقتي عند الخط دي اللي هو ده بالزبط لما اجي شغل T1 هفترض لحظيا عند اللحظة دي ان خمسة وستة وواحد شغالين لحظيا طيب احنا قلنا من شوية عشان نشوف الثيرستورز هتكمل توصيل ولا لأ او هشوف هل فيه حاجة هتطفل منه ولا لأ اعتمادا على ايه على الفيز فولتج اللي هنا تلاتة شغالين في نفس الوقت لو جيت اموس انهوت هتلاحظ ايه ان الفولتج بتاع فيزة ايه موجب وثيرستور واحد هو اللي حوصله فده هيكمل توصيل بعد كده عندك الفيزة B اللي هي النيجاتف بتاعها موجود وقالي ثيرستور الموصل في فيزة B اللي هو رقم 6 يبقى النيجاتف بتاع فيزة B شغال معايا ويبقى 6 هيفضل مكمل توصيل لو جينا بقى نشوفه 5 ده بتاعني فيزة بتاع فيزة C البوستف بتاع فيزة C هتلاحظ ان القيمة بتاعت الفولت بتاعت فيزة C وصلت لكام لزيرو في اللحظة ديه فساعتها هيحصل هتلاحظ ان 5 هيتفي معاك وهيفضل مشغال معاك 6A و1 وليه يفضل كمان شغال معاك لانها هتلاحظ ان الفولت بتاع الVAB قيمة موجبة زي ما قلنا من شوية فبالتالي هتلاقي 6A هيفضل شغاليه طيب لو جينا عند الخط ده 6 واحد اروح مشغل معاهم ايه اتنين طيب 6 ده بتاع فيزة B واحد ده بتاع فيزة A واثنين ده بتاع فيزة C هشوف كده لحظيا الفولت بتاع كل فيزة هل محقق ان دولة يكملوا توصيل ولا في حاجة منهم هتخلع مننا طيب لو جينا نبص كده هلحظ ان ال6 ده بتاع فيزة B negative هشوف الفترة دي او اللحظة دي هل فيزة B بقت negative ولا لا لابا لابا نبص ان دي فيزة B بقى الفولت بتاعها راجع لزيرو فساعة هيحصلة في 6 هيطفي طيب واحد انا لسه اصلا ايه هلاحظ ان الفولت بتاع فيزة A موجب يبدأ و هيكمل توصيل اتنين بتاع فيزة C ال negative بتاع فيزة C هتلاقي أن فيزة C negative يبدأ يكمل توصيل فتلاقي T1 و2A هيفضلوا مكملين توصيل وهكذا بقى ايه على باقيات الفترات طيب بتاعا كده بقى في الرنج الاخير عند الزاوية لها 120 نشوفوا ايه اللي بيحصل بالزبط تعال يا سيدي ايه ناخدوا ان 6 و 1 عطيتهم فييرنج دلوقتي ليه انا عطيتهم فييرنج اللي اتنين في نفس الوقت هتلاحظ ان لما عطيت فييرنج الواحد انا هوت و 6 كان 6 قبليه ب 60 درجة بالزبط عطيله فييرنج مرة تانين طيب ليه بيحصل الكلام ده خلينا نخترض ان 6 و 1 شغلتوهم خلص هتلاحظ ايه ان في خلال الفترة دي اللي بيحكم ان 6 و 1 يفضلوا مكملين توصيل ال line voltage بتاعه طيب ده انهي line voltage احنا عايزين نتكلم عني هتلاحظ ان 6 دوت بتعفيزة ايه بتعفيزة بي و 1 دوت بتاع ايه بتعفيزة ايه 6 بيوصل في ال negative و 1 بيوصل في ال positive فالفولت اللي هيحكم لي نوت ان VAP يفضل positive معي طيب هل VAP في خلال الفترة دي يفضل positive تعالى نبص ادي VA اهو وال VB اللي هو لونه ايه اصفر هتلاحظ ان VA اكبر من VB يعني VA ناقص VB اللي هو VAB هيتلاح لك رقم ايه positive يبقى معنا كده ان الثالث والزي هتفضل موصلة معي تعالى كده بقى عند الخط ايه البنفسيجي ده هتلاحظ انه تحصل ايه في الفولت بتاع VA و VB اللي اتنين بقى وايكول زي بعض يبقى معنا كده ان VAP بدل ما كانت ببوصل بقت بكام دلوقتي بقت بزيرو معنى ان VAP بقت بزيرو والدايرة عندي اللي كان فيها فاستر ستة واحد شغالين وبيحكم ان اللي يفضل موصل معيك ستة واحد دولار ان يكون VAP برقم positive هتلاحظ ان الكونديشن ده وتوقع منك دلوقتي ليه؟ لان بقى ال VAP بيسوي كام زيرو يبقى ساعتا في الحالة ديت هلاحظ ان ستة واحد اللي كانوا شغالين من شوية هيتفوق ايه في اللحظة دي دلوقتي طب هل انا عند اللحظة دي كنت اعطي فايرنجل اي حاجة تانية؟ لا انا ممكن اعمل حركة حلو ان انا ممكن افضل مدي فايرنجل واحد لحد دلوقتي بس الواحد دوت لو انا اعطيه فايرنجل دلوقتي والكونديشن بتاعته ان فيه فيس فولترش ولا ينفولترش يشغاله هل هو هيشتغل لوحده ولا محتاج حاجة تانية تشتغل معايا؟ اكيد لازم يكون فيه حاجة تانية شغالة معايا فانت لو اعطي فايرنجل واحد تنهوت في اللحظة دي بس مش بشغل فايرنجل حاجة تانية معايا هتلاحظ ساعتها ان في الفترة دي ات الفولت ايه؟ عمره معايا هيطلع معاياك خالص على اي فيزم التارفزاد فتلاقي نوات في الفترة اللي بعديها مفيش اي فايرستر شغال معايا طيب تعالى بقى نيجي عند الخط دوت اللي هو خط الفايرنجل بتاع اتنين طب لو انت مش عاطي فايرنجل واحد وجدت شغال اتنين دلوقتي وحنقابليها كان الاثنين سايرستر اللي كان شغالين طف هيحصل ايه؟ هتلاقين اتنين شغال لوحده ومفيش حاجة تانية شغالة معايا فبالتالي مفيش حاجة تشتغل في الدايرة فبالتالي الفولت اللي خارج عندك في الثلاث في زيت حيساوي زيره طب قالك عشان نحل المشكلة دي هنعمل ايه؟ حدي فايرنجل واحد انهوت مرة تانية طب معلش؟ انا ايش ضمنني ان الفايرنجل لما تديه الواحد انهوت يشتغل مرة تانية انا كنت تعطي له فايرنج نحوات وكان شغاله ودني ايه؟ ماشية تمام طب هنا هوات اللي يخلي الواحد لما تديه لفايرنج مرة تانية في اللحظة دي يشتغل معايا زي ما قلت لك من شوي انا عندي نحوات اتنين سايرستر ايه؟ هشغالهم مع بعض لما واحد واثنين واحد دوت اللي هو بتعفيزة ايه؟ اتنين ده بتعفيزة سي المراتي هشغل بقى في الفترة ديه هل واحد واثنين دولت اللي هم بتعفيزة ايه وفيزة سي؟ هل الفولت بتاعهم يأهلهم ان هم يشتغلوا ويشغلوا الثايرست والدولت ولا لا؟ طب ايه هو اللي يحكمني المرة دي؟ هلاحظ ان اللي يحكمني المرة دي هو عبارة عن الفولت بتاع الـ V-A-C نتيجة الكونفجريشن الدليا الدليا هتلاقي ان عشان يشتغل واحد ده لازم يكون الفولت بتاع ايه موجب وعشان يشتغل اتنين ده لازم يكون الفولت بتاع فيه C سالم فهتلاقي ان اللي يحكمك هو V-A-C عمتا يعني فهاجيه يبص كتوت على الـ V-A-C لو جيته يبص الـ V-A بزيرو والـ V-C برقم نيجة لما جيت راح بقى زيرو ناقص رقم نيجة فيطلع لي قيمة الـ V-C بكام هيطلع لي برقم موجب معايا نور يبقى ساعدتها في الحالة ديه او في اللحظة ديه لو انا عطيت فعلا فييرنج الواحد هلاقي ان واحد واثنين لو عطيتهم فييرنج في نفس الوقت هيشتغلوا نتيجة ان الـ Line Voltage بتاعهم او السورس Voltage اللي بيشغلهم بيكون عاطي Forward Bias ليهم فيشتغلوا معايا عشان كده تلاحظ ان هوت الفيرنج بتاع الرنج الاخير دوت هتلاحظ ان انا بستخدم نوع معين من الفيرنج وانا شغل كل ايه فييرستور هتلاحظ ان واحد ان هوت اهو عطيته فييرنج ان هوت وبعدها بستين درجة بالزبط روح تعطيره ايه فيرنج مرة تانية يبقى انا ممكن استخدم نوعين من الفيرنج في الطريق ايه او في الـ Control دوته الفيرنج الاولاني ان انا ممكن ادي اتنين بلس ده ايه فييرستور هنا هتدي واحد مثلا هتدي له بلس دلوقتي وبعدها بستين درجة بالزبط هنا هوت اروح اعطي بلس ايه مرة تانية ليه؟ عشان زي ما قلنا من شوية ان فيه Condition في شكل الفولتات عندي بتخلي الاتنين فييرستور اللي كانوا شغالين يطف فما فيش حاجة شغالة فعشان هشغل الدايرة اللي عليها او الفيرنج ازاي اللي عليها الدور الفيرنج اللي عليها الدور محتاج ان انا شغل مع ايه؟ واحد تاني الواحد التاني دوت هيكون ايه؟ هنا مثلا عندي واحد واثنين بعد كده اتنين وتلات بعد كده اتنين وتلات بعد كده اتنين واربع وهكذا دي طريقة فييرنج الفيرنج التاني انها ممكن نقدي Continuous بلس يعني البلس دي هتفضل Continuous كده لمدة ستين درجة بحيث اضمن ان لما خش على الفترة اللي بعدية ايه كن الثيرستور ايه شغاله وعطيله سيجنال ايه طول الوقت يبقى كده عرفنا ايه؟ شوية نوتس بسيطة جدا عن ايه هي الconcept او الحاجة التكنيكل الفنية اللي احنا عايزين نبقى عارفينها في موضوع تشغيل وتطفية ايه الثيرستور زي اللي موجودة عندي دي هو احنا بنحطه لنفسنا طريقة عشان نعرف نرسم اسرع شوية فيه الامتحان بس في نفس الوقت لازم اكون انا كمهندس فاهم انا بعمل الكلام ده ودليه تمام؟ وبالاضافة كده طمام حد الشيء نسى موضوع ان انا ممكن يطلب منك في الامتحان ان انت تعمل ما بين الارم اس فولتج اللي خارج والالفة بتاعتك بكامل فلازم تبقى عارف ايه هي حدود التكامل نتيجة انت حاطت الفة في ايه؟ في الحسابات بتاعتك وارجل انتوا تكونوا استعباتوا جماعا من الموضوع من الفيديوهات ديت ولو في حد عند اقصال ان شاء الله هيكون في السيكشن بإذن الله